والبداية مع النادي الاهلي النهاردة كانت التمرينة الصبح أطمينكم على الفريق اللعيبة اللعبة اللعبة مطش مبارح يعني تمرينات خفيفة كده تقدر تقول عليها تمرينات استشفائية قبل التمرينة على طول كان فيه جلسة لكابتن سامي قمصان والكابتن سيد عبدالخفيز مع اللعيبة اتكلموا على فيها طبعا أنه بداية يعني كانت ايه هي أهم سلبيات وإيجابيات مطش الزمالك مبارح كان فيه إيجابيات اه وكان فيه سلبيات طبعا خلينا نبقى متفقين ونعترف بدا نحن نشتغل عشان نتفادى السلبيات دي ونقفل صفحة القمة تماما لأنه ما عندناش وقت عندنا مطشاط نحن نلعب تقريبا كل يومين أو كل ثلاثة يام مباراة فبالتالي محتاجين نركز في اللي جاي ومهم جدا جدا ابتائل يعني أنه اللعيبة الكبيرة في المرحلة دي محتاجة يكون لها دور كبير مع الفريق ومع الجهاز الفني اعتقد وليد سليمان عمر السلية محمد شناوي رامي ربيعة كل دول ليهم دور مهم جدا مع الفريق الفترة اللي جاي احنا يعني احنا قريبين من الصدارة الصدارة مش بعيد رقميا وحسبيا صدارة في المتناول بشرط ان احنا نكسب التلاث مطشاط المؤجلة ونبعد بالصدارة بفارق خمس نقاط عن أقرب منافس لنا إذا ما بقى الحال على ما هو عليه ده يدينا فرصة وقريحية في استعادة البطولة اللي بعتقد انه مفيش بديل عنها الموسم ده يعني جماهير النادي الاهلي مش هتقبل بقى شكل وده ابسط تعويض ممكن يقدمه النادي الاهلي أو فريق نادي الاهلي لجماهيره العريضة في الموسم ده على عدم حسن لقب دوري الابطان طيب خليني اقول لحضراتكم يمكن اللعيبة طبعا اللي ملعبتش مبارح عمل التمرينة كاملة ميشيل يانكون اشتغل مع حراس المرمة الاربع تمرينة قوية جدا زي ما حضراتكم شايفين شيدناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وديانجو وعبد المنعم يعني ما شاركوش في التمرينة لكن يعني كملوا البرنامج التأهيل بتاعهم طبعا وجيروا حوالين التراك في اطار البرنامج اللي حطوا يعني الجهاز الطبي للعايبين عشان يدخلوا ان شاء الله في سكواد الفريق اشتركوا في القناة